يوم الانتخاب من أفضع عين وعشرين يساعة خلف المشهد الانتخابي خبر ومعلومة وتحت ضغط الوقت المسؤولية وفي خضم المعارك الانتخابية التي ترافق اليوم الوطني جسم إعلامي يعمل أمام الشاشة وخلفها لنقل الأحداث بدقة وموضوعية يراقب التغيرات لحظة بلحظة لينقل صورة واضحة وشفافة للناس المشهد الإعلامي جزء من قوة الدولة والصحفي في يوم الانتخابات هاي من الأحداث التي يرغب العديد من الصحفيين أن يكونوا جزء يندمجوا فيها مباشرة لأنه تعطيهم خبرات متراكمة يجري فيها الأحداث بشكل متسارع تحتاج إلى يوم عمل طويل وشاق ممكن أن يواصل الصحفي عمله منذ 48 ساعة حتى إعلان النتاج العملية الانتخابية واسعة ولا تبدأ من يوم الانتخاب وإنما تبدأ قبل الانتخاب بكثير ولذلك الصحافة يجب أن تكون متابعة لكل هذه القضايا التفصيلية أن ترصد كل هذه التفاصيل بدءا من التسجيل جداول الناخبين الدعاية الانتخابية ربما هو بيكون عندنا طوارئ وإحنا بحاجة أن ندوم ساعات دوام أكثر من ساعات دوامنا حتى ننقل الصورة للمشاهدين بصورة جميلة وننقل لهم كل ما يحدث في الميدان الدوام بيبلش بكير يعني على الست الصباح من حاول مرات قبل الدوام نمارس حقنا الدستوري نيجي لنغطي كل المحافظات المملكة لنبين كل الاقتراع في ضغط في رسك كبير في ضغوط بالعمل بيكون أكثر يوم يعني أنت مضغوط بالعمل كثرة المراسلين خارجي بدك تنقل كل شيء في غرف الأخبار وستوديوهات البث وخلف المكاتب صحفيون لا يهدؤون فيوم الانتخابات يشكل أكبر تعد للجسم الإعلامي وبالنسبة إلى كل هؤلاء هي ليست مجرد مهنة بل مسؤولية وأمانة تجاه الجمهور رسالة لا تقل أهمية عن الحق الدستوري في الانتخاب فهل يتمكن جنود مهنة الصحافة من ممارسة هذا الحق في زحبة التغطية والاندفاع نحو نقل الصورة بكل تفاصيلها صحفيون مواطنون ومن حقهم أن ينتخبوا وعليهم أن ينتخبوا برأي الشخصي لأنهم يساهموا في تعزيز البناء الديمقراطي يوم شاق مهنيا يتجسد فيه معنى أنها مهنة المتاعب حفيتها اليوم ولكن أنا أعتقد أنها ممتع لأنه يكون حدث مهم حلو الصحفي يعيشه بتفاصيله المهنية فلابد من أن نسرق خمسة دقائق أو حتى عشر دقائق بس أنا مشواري طويل حسرق ساعة أو ساعتين حتى أنزل على المحافظة اللي بصوت فيها أعمل الواجبة الديمقراطية وأدلي بصوتي وفي حال تمكنت من التواجد في مركز الاقتراع وبالقرب من مركز الاقتراع بحكم عملي كمراسل ميداني أكيد رح أدلي بصوتي وأشارك في العملية السياسية بالتأكيد يوم الانتخابات هو يوم حافل بالأخبار والتغطيات يوم ضغط علينا كصحفيين ومحررين ومعدين ومراسلين لكن بالدرجة الأولى إحنا مطلوب مننا أن نوازن بين واجبنا الوطني اللي هو بدنا ننتخب مجلس نيابي قادر على التشريع وعلى الرقابة وعلى خدمة الأردنيين بشكل عام إضافة إلى واجبنا المهني من خلال الوقوف على الحياد وتغطية الانتخابات شهود على الانتخابات وعيون حاضرة في كل مكان توثق وتراقب وتنقل وتسعى جاهدة ليكون صوتها فاعلا كما في الميدان كذلك في صندوق الاقتراع شكرا